من جديد تهدد أنقرة نظام أسد وميليشياته في إدلب تجدد على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن ما دعا له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام ألا وهو انسحاب ميليشيات أسد من مناطق خفض التصعيد المحددة في اتفاقي أستانا وسوتشي خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري نافياً حدوث أي تغيير في الأماكن المشمولة وذلك بعد أن تعرضت نقاطها في منطقة ترمبي شرق إدلب لقصف مدفعياً وصاروخي قتل على إثره ستة جنود أتراك بدوره مسؤول أمني تركي يضيف ويؤكد أن نقاط المراقبة في إدلب مجهزة للدفاع عن تركيا ولم تسحب جنودها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حذر أيضاً الميليشيات الطائفية من استهداف النقاط التركية في المنطقة مرة أخرى مؤكداً أن بلاده تنتظر قدوم وفد الروسي إلى أنقرة بهدف مناقشة الأوضاع في الشمال السوري ودعوتها لوقف الأعمال العسكرية والقصف الذي يستهدف المدنيين ونقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب تزامناً مع جملة التصريحات التركية يواصل الجيش التركي إرسال أرتال عسكرية إلى الشمال السوري تضم عشرات الدبابات والمدرعات كما تثبت القوات التركية نقطة مراقبة جديدة لها في منطقة الإسكان العسكرية شرق إدلب والتي جاءت بعد سلسلة من النقاط التي ثبتتها في محيط مدينة سرعقب ثم تبعها نقطة أخرى في محيط مطار تفتنازل عسكري شمال المحافظة حيث تعرضت لقصف مدفعي من قبل ميليشيا أسد بعد ساعات من تمركزها في المنطقة اشتركوا في القناة